في ناس ممكن يختلط عليها الامر فتفتكر ان غنوة في قلب الليل هي لها علاقة بفيلم في قلب الليل اه اه ايه اه مين قبله مين الاغنية عملت في 86 اه هي كانت قبل الفيلم قبل الفيلم حلوة متحطتش للفيلم ازاي دماغك اه ماشي الصوت على لعب الدور بس يعني ايه اللي جاب ما كانتش اساسا اسمها قلب الليل خصة الفيلم لها دور اه ما يخطرش على البال في الاغنية نفسها الاغنية تلت سنين في جيبي مش عارف ابتديها اه عسام عد الله اللي ارحمه الشعر عظيم الجميل خالص قال لي انت اللي لازم يلاحن دي لما ارها لي عجبتني جدا بس مش عارف ابتديها كلما ابتدي مفيش بخط ويسألني تلت سنين لغاية ما مرة نازلين يشتري جرايد الساعة تلتة السبح دي كانت التمشيه بتاعتنا انا وعسام احنا كنا جران فوقفين عند ستاند الجرايد اللي عند جروبي ببص كده لقيت كتاب قلب الليل نجيب محفوظ نجيب محفوظ الاغنية كان اولها الليل حزين ده اللي كان تعبني ان الاقاع اللي هقوله وانا بلحن الليل حزين مش مريحني فبصت للكتاب كده فبقول له يا عسام هو انا ينفع بلدي الاغنية بدلا بقول الليل حزين اقول في قلب الليل قال لي اه يا اخوة ينفع قلت له طيب روحنا على بيته ايوا اتلحنت كلها ايوا قبل الفجر ما يطلح ازاي اتفكت الاغنية لا ما ترميش كلمة في قلب الليل وتسبني اه سمعها لي بقى بصوتك لانه ده اللي انا مش تقاله حموت بس انا النهار ده يعني مش مشكلة اهلا ايه بطلح حاجات دي مليش دعم مش هيطلح حال والنبي يا امودي احياتي ده ده امنية شخصية كنا قاعدين وانا بقى يعني ابتاريت الاول ما كنتش ابتاريت اللحن الحقيقة ابتاريت المقدمة هي اللي جات على بالي وخلصت المقدمة ولقيت ان بعدها طيب اصرف ازاي انا حاسس ان اللي حيغني الاغنية دي ما كنتش عارف مين اللي حيغنيها خالص لسه لازم يكون راوي وصوته عميق مش هيغني طول الوقت يعني هيبقى بيغني وكأنه بيتكلم وبعدين يغني فلقيت الدخلة في قلب الليل وعز في الصمت متهادي كموجنيل تبقى عميقة كده في قلب الليل وبرد الخوف بيتك تكسنان الخيل الله لإنه عصام في كتابته بيه بيتك تكسنان الخيل يا عصام قال لي يعني برد فضيع لإن الخيل ما بتبردش بسورة أيوة ده بيمماشي في يعني عادي يعني مش زينا مش عايز بطنين يعني برد ما يستحملوش بعشرة وما في حد في الشارع سوى مهر اتربط جازة يعني شخصية وحالة ومشاعر صعب قوي ان هم يتفسروا من بعض وما في حد في الشارع يعني هنا ابتدى ايه بيحكي اللي هو شايفه الرهازة الراوية ما بيحكيش حكايته هو دلوقتي أيوة هو بيحكي الزمن المكان الجو البرد معين بيحكي الشخصية اللي قبلها في نفس العمارة كان ساكن علي الحجار يعني أنا وحصام جران نفس العمارة وجارنا علي الحجار شقتي وشقتي والحيط في الحيط وإحنا زملاء من قيمة كلية على فكرة كمان علي وانا يعني صحاب من زمان جدا وكنا بنقض نغني البعض في جنينة الكلية في حسن بيقول لي إيه رايك نسمعها العلي قلت له آه والله هيا ريت جمنا فوتنا على العلي وسمعنا هيا لو عجبته خالص بس كان مستغربها شوية فيسمعها مرة يقول لي آه عجباني يا مودي أنا هغنيها بعد يومين يقول لي آه مودي أنا مش عارف أنا متردد في المعنى أصلاها مختلفة قوي يعني وجايز ما تلقش في الألبوم وانا يقول له يا علي انت لغنيت الأغنية دي ده هيبقى تاريخ لأن صوتك فيها وأدائك انت بالذات هيعمل اللي مالوش سابقة وانت اللي قادر يقدم ستايل جديد صوتك الغني جدا بسم الله من شاء الله وأدائك المتنوح خالص خالص وعلي مسقف جدا غني جديد يحلو قوي على الفكرة مش بس عربي آه والله وسمع وسامع كل أوبراة العالم